تتجه السعودية بحسب وزير خارجيتها عادل الجبير الى عقد شراكة استراتيجية مع واشنطن تعمل وفق دبلوماسيين خليجيين على حل الكثير من المشاكل العالقة في منطقة الشرق الاوسط وعلى وقع زيارة الرئيس الامريكي ترامب للسعودية وقعت الرياض مع واشنطن اتفاقية الرؤية الاستراتيجية المشتركة وهي رؤية تتفق خطوطها العامة على مواجهة نفوذ ايران المتنامي في سوريا واليمن حيث تعهدت واشنطن على دعم تسليح السعودية في مواجهة ما اسماه وزير خارجية واشنطن ريكس تيرسون التاثير الايراني السيء وتبدو التصريحات الامريكية المشتركة لوزيري خارجية واشنطن والرياض مجمعة على وجود خطر ايراني مشترك يهدد الامن الاقليمي والدولي ياتي هذا الخطر من استمرار دعم ايران لميليشيا الحوثي والتي وفق تصريح الجبير لن يسمح لها بالاستلاء على اليمن باعتبارها اقلية لا يتجاوز عددها خمسين الف شخص عملت على سرقة المساعدات لتمويل حربها كما يقول الجبير تؤكد الرياض على ان دعم ادارة ترامب لجهود السعودية اللوجستية والدبلوماسية في اليمن هو ما سينجح عملية الضغط على الحوثيين للعودة الى مائدة المفاوضات وبدى لافتا تأكيد الجبير على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية كمرجعيات لا تنازل عنها للتفاوض السياسي افعال ايران لا اقوالها هي ما جعلتها دولة داعمة للارهاب وفق الرياض ويبدو ان تلك الافعال هي ما جعلت واشنطن بتعبير وزير خارجيتها تكثف من جهودها المشتركة مع الرياض لردع ايران في اليمن اشتركوا في القناة